بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه عزائي مشاهدي قناة القناة الطبية النهاردة هنتكلم عن ماركوفين وماركوفين دوت هو مسكن للألم ومضاد الالتهابات وخفض الحرارة تلت وظائف تسكين الألم مضاد الالتهابات لو فيه أي التهابات يخلي الالتهابات دي تصحى خافض للحرارة سريع المفاول ماركوفين دواء مسكن للألم وهو زفعلية قوية للتخلص من الألم الشديد الذي يصيب أي منطقة في الجسم وخصوصا وخد خطين ثلاثة تحته خصوصا دي المفاصل ألم المفاصل وطبعا ألم المفاصل بيعانوا منها الناس اللي هم وزنهم تجيل وتعرف المادة الفعالة فيه باسم إيبو بروفين ويستعمل في التخلص من مشكلة ألم العضلات والصداء وألم الأسنان أيضا يعالج ارتفاع دراجة الحرارة وهو مضاد قوي للالتهابات ويمكن استخدامه في فترة الدورة الشهرية لتقليل الألم بعد كده هنتكلم عن دواعي استعمال ماركوفين رقم واحد معالجة ارتفاع حرارة الجسم لأنه يعتبر خافض جيد للحرارة المرتفعة تاني حاجة يسكن الألم وخصوصا ألم الأسنان والصداء الشديد تالت حاجة علاج ألم العضلات والتهاب المفاصل رابع حاجة معالجة التهاب اللسة وهو مضاد قوي لألام الدورة الشهرية بعد كده علاج التهاب النقرص طبعا النقرص ده اللي بيبقى في الرجلين من تحت كده خالص في الكعب برضو يعالج التهابات النقرص الذي يصيب المفاصل لدى كبار السن برضو علاج التهابات الفقرات فقرات العمود الفقري أو فقرات الرقبة وتسكين ألام الدورة الشهرية ويمكن استخدامه مع الأطفال أكثر من عمر ست شهور بدلا من البارا سيتامول لأنه يعتبر أشد فعالية من البارا سيتامول بالنسبة للجرعة وطريقة استعمال دواء مركوبين جرعة الشخص البالغ من 1200 ميلي جرام وحتى 1800 ميلي جرام يتم تقسيمها على 3 أو 4 جرعات في اليوم يمكن الحصول على الجرعة السابقة من الأقراس بتركيز 400 تركيز 400 في أقراس 400 مركوبين هناخدها من 3 إلى 4 مرات في اليوم أو حسب الحاجة بالنسبة للجرعة فيها على هيئة لبوس يبقى أول حاجة قلنا فيه أقراس 400 ميلي جرام احنا لنا 1200 إلى 1800 ممكن ناخد من 3 إلى 4 أقراس في اليوم ده البالغ بالنسبة فيه منه عبارة عن يمكن الحصول على جرعة السابقة أيضا بالنسبة للشخص البالغ فيه اللبوس بـ 500 ميلي جرام يبقى اللبوس تركيزه 500 ميلي جرام غير غير الأقراس 400 ميلي جرام وطبعا هيبه 3 مرات يوميا أو حسب الحاجة جرعة الدواء للطفل من عام حتى عامين 2.5 3 إلى 4 مرات يوميا حسب الحاجة أما من 3 إلى 7 عوام 5 ميلي من الشراب 3 إلى 4 مرات يوميا طبعا الأصال بيبقى لهم شراب دواء شربه وبعد كده فيه اللبوس وفيه الأقراس طيب الجرعة للطفل من 3 سنوات وحتى 7 سنوات 5 ميلي من الشراب 3 إلى 4 مرات يوميا الجرعة للطفل من 8 إلى 12 10 ميلي من 3 إلى 4 مرات يوميا الجرعة الزائدة من هذا الدواء تتسبب في الإصابة بأعراض مثل نزيف الأمعاء والقيء وانخفاض شديد في ضغط الدم كما يصاب الشخص بالإسهال وقد يصاحبه تشنج إذا كانت الحالة متسممة يعني خد جرعة جمدة جدا طيب بالنسبة للأثار الجنبية رقم واحد أحمرار بسيط في الواجه والطراب في الرؤية لدى بعض الناس قد يحدث طنين في الأذن في بداية تناول الدواء وبعد ذلك يختفي شعور الشخص الذي يتناول ماركوفين بالصداع المزمن وقد يتعرض للإصابة بالعصبية المفرطة وبعد ذلك تختفي هذه الأعراض إصابة المعدة بالقرحة وظهور بعض أعراض الحساسية وطبعا الأعراض دي كلها أعراض مش منتشرة بدرجة كبيرة ولكن أعراض قليلة الحدوث إصابة الجسم بنقص في الصفاة الدموية قد يصاب الأشخاص بكتاب وعدم ارتياح وقالك في حالات ندره يتسبب في الاستسقاء استخدامه لفترات طويلة يتسبب في الشعور بالدوار الدوخة ويزيد من فرص حدوث جلطات تحدث في حالات ندره أن يصاب الشخص بجلطات ومشاكل في القلب طيب احتياطات ومنع الاستمال إمتى نقول أنه ماركوفين دمع ما نستعمله لاجب تناوله للمرضى الذين لديهم مشاكل في الكبد أيضا المرضى المرضى لا تتناوله لأنه ممكن يؤدي إلى أثار ليست جيدة على الطفل الرضيع أيضا المرأة الحامل يجب الامتناع عن تناوله الأشخاص الذين لديهم مشاكل في الكلا يمنع عليهم تناوله أيضا من يعانون من سقب في جدار الأمعاء أو المعدة أيضا نفس الكلام من لديهم التهاب في الأمعاء مثل أصاب مرض كورون أو التهاب القولون يمنع على من يعانون في قصور شديد في القلب يحذر استعماله مع الذين يستعملون أدزل القلب والرئة يحذر على كبار السن يمنع على المرضى الربو بالنسبة للتفاعلات الدوائية بالنسبة للتفاعلات الدوائية بالنسبة للتفاعلات الدوائية للماركوفين مع الأدوية الأخرى لا يجب تناول هذا الدواء في نفس توقيت تناول مدرات البول لأن مدرات البول أو أي منتج دواء يؤثر على الكيلة بشكل ملحوظ ومن يقرر ذلك هو الطبيب أيضا لا يستخدم مع مضادات الالتهابات الغير استرودية لأنه يتسبب في حدوث كرحة في المعدة أو نزيف شديد ومضاعفات أثار جنبية خطيرة أيضا لا يجب تناوله مع الأدوية التي تعمل على خفض الضغط مثل موانع بيتا ومصبطات الإنزيم المحاول للأنجوستين يمنع تناوله أيضا مع الأدوية المضادة للتجالة الدم لأنه يزيد من حدوث نزيف للمريض يستخدم أيضا مع الليسيوم الليسيوم والديجوكوسين وأدوية البروبينيسيت كل هذه الأدوية لا يجب تناول ماركوفين معها لأنه يحدث استفاعل بين هذه الأدوية وبين المريض أيضا يمنع تناوله مع الأدوية مضادة للسكري أو دواء سيكلوسبورين لأنها خطر على الكلام لا يتم تناوله مع الفنتين والكينولونيونات وميسو تريكسات وأدوية الحموضة وكل هذه الأدوية ويجب عدم تناوله مع مصبطات أعادة امتصاص السيروتونين الانتقائية طيب بالنسبة لفترة الحملة وزي ما قلنا لها تعطى هذه الأدوية في فترة هذا الدواء ماركوفين في فترة الحملة لأنه يمكن أنه يؤثر على الجنين وأيضا في فترة الرضعة سعر ماركوفين يتوفر ماركوفين الشراب دواء الشرب في الأسواق المصرية بسعر 4.5 جنيه يتوفر دواء ماركوفين أيضا على هيئة لبوس أو أقمع بتركيز 300 ميلي جرام بسعر 5.85 جنيه يتوفر أيضا دواء ماركوفين 400 ميلي جرام أقمع في الأسواق المصرية بسعر 11 جنيه يتوفر عكار ماركوفين كابسول 400 ميلي جرام بسعر 6 جنيه ويتوفر دواء ماركوفين أقمع 500 ميلي جرام بسعر 6 جنيه وفي نهاية الفيديو أتمنى لكم الصحة والسلامة وأرجو من حضراتكم الاشتراك في القناة وضغط لايك إذا أعجبك الفيديو ودعم القناة بالاشتراك في القناة وتشير الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك وأمثاله وفي النهاية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته